في المينة بيبدأ مع انفر و ماريا زوجين عايشين في مزرعة بسيطة و بيربوا فيها خرفان و بيبقوا عايشينها الزراعة و بيع المحاصيل الزراعية و بيكونوا مسؤولين عن رعاية الخرفان الموجودة عندهم و اكلهم و شربهم و لاهتمام بيهم حتى ولادة النعاج كمان و بيكونوا عايشين حياة بسيطة مملة روتينية جدا ما عندهمش اطفال طفلتهم الوحيدة توفت من فترة من ويا صغيرة و كل وظيفتهم الزراع و تربية الخرفان لحد ما فيهم بيكون عندهم نعجة في المزرعة بتولد و بيروح انفر و ماريا عشان يهتموا بيها و لكنهم بيكتشفوا حاجة غريبة في الحمل فبيقرروا هم اللي يهتموا بيها في بيتهم من غير ما يخلوا النعجة تتطمن على الحمل اللي خليفته و بتجهز ماريا طبق كبير عشان الحمل تنام فيه و بتسميها قدة و بتعملها كأنها بنتها بالزبط و بيحضر انفر الرضعة بتاعت الحمل و بيأكلوها سوا و بتفضل ماريا سهرانة بالأيام قدامها و هي بصلها لحد ما بيطلع انفرستر الأطفال من المغزن بعد ما كانوا رمينه بعد موت بنتهم و بيصلحوا و بينايم في قدة و بيشوف اهتمام مراته بيها ف بيروح يكمل شغل في الأرض بتاعته و بيعايد بسبب اشتياقه لطفلته و انه نفسه يبقى قب تاني لكنه بيخبي احساسه عن ماريا عشان ما يزعلهاش و بيكملوا حياتهم كأنه ما فيش حاجة غريبة حصلت و في يوم بتقدر النعجة انها تغرب من المزرعة و بتروح ناحية شباك قد النوم اللي قدة نايمة فيه لانها عايزة تشوف والدتها ف بتروح ماريا عشان ترجعها المزرعة و بتلاقي ان قدة وقفة بصلها من الشباك و بيدخلوا يتطمنوا على قدة و بينايمها انفر على الكنبة و بيغطيها و بيخرجوا هما الاتنين عشان يكملوا شغلهم في المزرعة و بيرجعوا بيتهم تاني بيلاقوا ان قدة مش موجودة في البيت ف بيفضلوا يدوروا عليها في كل البيت وبعدها بيدوروا في مزرعيتهم لحد ما بيلاقواها نايمة جنب النهر و جنبها النعجة و بتاخدها ماريا في حضنها عشان البرد و بيباني ان قدة جسم طفلة براس حمل و بيرجعوا تاني للبيت و بيلون النعجة ماشية وراهم لانهم واخدين حملها منها ف بتفقد مريق عصابها و بتسرخ فيها لانها بقت متمسكة جدا بالحمل اللي بجسم طفلة و معتخد انها بنتها هي و بيرجعوا البيت عشان يدفوا قدة و بينايموا على سريرها و بيفضلوا بص الله عشان يطمنوا على صحتها و بيعد الوقت بيهم و قدة معاهم و بتكبر و بتقدر تمشي لكنها ما بتقدرش تتكلم لانها براس حمل و بتفضل النعجة زي ما هي بتيجي تحت شباك قدتهم كأنها بتنادي على حملها لحد ما بتقرر مريق انها تقوم من النوم و بتروح تجيب البندوية و بتضربها بالنار في رأسها و بعدها بتسحبها بيد عن بيتها عشان تدفن النعجة بيد و بكده بترتاح من دوشتها و بتخبي عن قدة انها قتلت امها و بيعد الوقت و بيجي لهم بيتر اخو انفر عشان يزورهم و يقعد معهم شوية و بيتفاجئ لما بيلايه قدامه طفلة براس حمل و ما بيفهمش اللي بيحصل ولا ازاي شايف طفلة قدامه بالشكل ده و كمان اخوه مراته بيعملوها كأنها بنتهم و بيحاولوا ان يتكلم مع اخوه عن قدة لكن اخوه بيقولوا انهم رحب بيقعد مع ازاي ما يحب لكن ما يدخلش ابدا في حياتهم مع بنتهم و انهم مبسوطين كده و بيحاولوا انه يتعايش معهم بالعافية و بيجرب بيتر انه يأكل قدة عشب لانها نعجف نظره لكن انفر بيداي من تصرف اخوه لانه بيعمل قدة كأنها حيوان فبيتر بيقولوا انها فعلا حيوانة مش انسانة و ما فيش بشر بالشكل ده فبيستنى بيتر اخوه امراته يناموا و بيقرر انه ينقذهم من الوهم اللي هم فيه ده و بيدخل قدتهم بيتسحب و بياخد قدة من ايدها و معا البندقية و بيبيد عن بيت انفر عشان يقتيلها و بيفضل بصص لها عشان يقتيلها و لكنه ما بيقدرش و بيرجع بيها البيت و بتلاقيها ماريا نايمة في حضن بيتر و بتعدي فترة و بتروح ماريا هي و قدة للقبر بتاعت بنتها الحقيقية اللي توفت و هي صغيرة و بيرجعوا البيت بعدها و بيحكي انفر قصة القدة قبل النوم عشان تروح في النوم و بيبدأ بيتها لو كمان يتعود عليها و بياخدها معايا عالجرار عشان تفضل معايا و بيصطدوا سوا في البحيرة و بيرجعوا بالسماء كل هما استدوه و بيجهزوا قعدتهم عشان يشوفوا فريق كورت اليد اللي هما بتبعينه و بتكون قدم شاركاهم كل تفاصيل و لحظات حياتهم و بعد المطش بيشغلوا اغاني و بيفضلوا يغنوا يرقصوا سوا وبتطلع بره البيت جنب الكلب بتاعها و بتشوف حاجة عند المزرعة و بيباني ان في شخص واف قدامها و بعدها الكلب بيتحرك ناحية الشخص ده و بتدخل قدة بيتها تاني و بتلاقي ان اهلها كلهم سكره و بيدخل انفر ينام و بياخد قدة في حضنه و بيحاول بيتر انه يتحرج بماريا ف بتستدرجوا لقط المغزن و بتقفلها عليها عشان تحبسوا و بتسيبوا ينام جوه لوحده لحد ما يفوق من السكر اللي هو فيه و بيظهر ان الكلب بتاع انفر مات في المزرعة و بتفضل ماريا قاعدة في البيت لحد ما بتدخل لبيتر في المغزن و بتقوله انه الام حكته هي مستنية في العربية و بيلبس بيتر و بيطلع لها في العربية و بيسيبوا انفر نايم و بعد ما بيبعدوا عن البيت بينزلهم من العربية و بتقول ماريا لبيتر انه قد عبارة عن هدايا ربناها ليهم و انها بتمثلهم بداية جديدة وسعيدة و انه لازم يمشي عشان حياتهم ما تتدمرش اكتر لانهم ما سدوا و عدلوها شوية و بيوفيها بيتر على كلامها و بيودع عشان يركب الباص و يرجع بيته تاني و بترجع ماريا بيتها و ما بتلاقيش لانفر ولا قد لانه بيكون واخدها يتمشى معها ناحية الجرار عشان يحاولوا يصلحوا سوا و بترجع ماريا بيتها و بتدور عليهم ف بتسمع صوت طلق ناري و بيكون مصدر الصوت هو طلق ناري على رائبة انفر و بيكون اللي ضربوا شخص غريب زي قده جسم و جسم انسان و راس و راس خروف و بيدرب نار على انفر بنفس البندوية اللي حاول بيه طريقة البيها قده قبل كده و بعد ما بيقتي الانفر بياخد قده و بيبعد بيها و هي بتعايت لان انفر مات و بتفضل ماريا تدور عليهم في كل مكان لحد ما بتلاقي انفر ميت في الارض و ما فيش اي اثر لقده و بتختفي قده تاني من حياة ماريا و اللي بتتدمر حياتها اكتر بسبب خسرتها الجوزة و بنتها اللي ملاش اي تفسير لظهورها او لحالتها الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر اللي هو انا يعني و منتجه محمود مجدي و ما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدرامية و فولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديية و فولو لصفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الانيمي والكارتون سليم